بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أحبتي في الله تأتيني رسائل كثيرة إنسانة فقدت ابنها إنسانة زوجة فقدت زوجها أب فقد ابنه أم فقدت ابنها شاب فقد أباه أو امرأة فقدت أمها أو شاب فقدت يعني كلنا سنموت كل نفسين ذائقة الموت ولكن أنا أحببت أن أقدم هذه المعلومات بناء على طلب أحبتي في الله الذين يتابعونني وأحببت أن أقدم مجموعة من النصائح التي تريح القلب الصدمة أيها الأحبة صعبة جدا أول شيء يخطر ببالي أنا إذا تلقيت صدمة هذه الآية الكريمة الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا يقولون قالوا إنا لله وإنا إليه راجع أولئك عليهم صلوات من ربهم الصلوات هنا بمعنى الرحمات تتنزل عليهم الرحمات عندما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إذن هذه رقم واحد تقول عندما تفقد شخص عزيز عليك سواء أب أو ابن أو زوجة أو أم أو زوجة أو أخ أو إلى آخرين قل إنا لله وإنا إليه راجعون ما معنى هذا الكلام أيها الأحبة أي أن هذا الابن أو هذا الأب كما أنه ذهب إلى الله ورجع إلى الله أنا سأرجع إلى الله أيضا إذن لماذا أتضايق طبعا الإنسان يحزن الحزن لابد منه يعني ولكن هناك حزن جميل يعني إذا كان سيدنا يعقوب قال لأولاده فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني قال لهم أنا سأصبر صبرا وأنا راض قانع مقتنع محتسب عند الله ومدرك أن ما حدث فيه خير هذا هو الصبر الجميل فعندما نفارق إنسانا يعني أنا أحزن عليه حزنا جميلا أنا أتوقع أو أتصور أن الحزن الجميل هو الرضا بقضاء الله وإدراك أنني سأعود أيضا إلى الله لذلك أكثر من قوله إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ أَحْتَسِبْ عِنْدَ اللَّهِ لَا أَتَذَمَّرْ لَا أَشْكُلْ أَحَدْ لَا أَغْضَبْ لَا أَنْفَعِلْ لَا أَنْدَمْ أقول يا ليتني عالجت هذا الطفل هذا الطفل أجله انتهى من الآخر والله لن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها يعني تظن أن هذا الطفل مات وهناك رزق مكتوب له لم يأخذه لا مكتوب أجله عندما كان جنينا في بطن أمه عمره 42 ليلة هذا الحديث أرجو أن نحفظه إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها ثم يؤمر الملك أن ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات منها أجله إذن هذا الطفل أجله محدد أو هذا الولد أو هذا الشاب محدد عندما كان عمره 42 يوم الجنين بعمر 42 يوم أيها الأحبة هل تعلمون كم حجمه الجنين الذي عمره 42 يوم أحبتي في الله هذا هو هذا هو يعني أنا سأحاول أن أتصور من خلال الصور التي رأيتها طبعا هذا هو جنين تقريباً يعني تقريباً عمره 42 يوم هذا هو أقل من سنتيمتر هذا هو يعني إذا تخيلت حجمك في بطن أمك عندما نفخت فيك الروح كنت هكذا بهذا الحجم نفخ الله فيك الروح وأمر الملك أن يكتب عمرك أجلك وعملك وشقي أو سعيد ورزقك الرزق أيضاً لأن الرزق مربوط بالأجل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها لأن الأجل مربوط بالرزق فعندما تشرب آخر شربة ماء مقدرة لك انتهى رزقك تموت بعدها ولو اجتمع الكون أن يطيل عمرك دقيقة لا يستطيع طيب طفل أو شاب مات نتيجة خطأ في عملية جراحية هذا مكتوب عليها أيها الأحبة والله مكتوب يعني ملك الموت لنبسط العملية لنتخيل هذه العملية عملية الموت يعني ملك الموت جالس وينتظر هذا الطبيب حتى يخطئ ليأتي ملك الموت لا يا أخي عملية الموت عملية مبرمجة ملك الموت لديه سجلات يعني ولله المثل الأعلى مثل الذي ينفذ حكم الإعدام لديه سجلات وهناك شيء مكتوب وقرارات موقعة ملك الموت لا يستطيع أن يأتي لشخص ويتوفاه إذا لم يكن صدر الأمر من الله ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ لحظة الموت هنا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِذْنِ مكتوب موقع طبعا نحن نتحدث عننا كبشر الله لا يحتاج إلى توقيع ولا إلى كتابه ولكن الله عز وجل يعطي الأمر لملك الموت في اللحظة الفلانية فلان توفى الله لا ينتظر الطبيب حتى يخطئ أو ينتظر هذه السيارة حتى تضرب هذا الإنسان مثلا في حادث لذلك يجب أن ننظر إلى عملية الموت أيها الأحبة على أنها عملية مبرمجة ومقدرة وتتم بإذن من الله وملك الموت يأتي بناء على تعليمات من الله لا يستطيع أن يعمل من تلقاء نفسه انتهى الأجل مكتوب عند الله هذا الموضوع يأتي ملك الموت ليتوفى هذا الإنسان الآن هذا الإنسان مات بحادث سيارة مات نتيجة خطأ في عملية جراحية مات نتيجة إهمال طبي مات نتيجة لم يأخذ ذواء مات نتيجة غرق نتيجة إهمال معايل لا لهذا كله ليس له علاقة بالموت هذه أشياء يقدرها الله قبل الموت يعني يقدر الإنسان أن يصيبه سرطان ولكن الموت سينهي حياته في لحظة معينة هناك مريض سرطان قد يعيش ثلاثين أربعين سنة خمسين سنة ومريض آخر يموت خلال شهر ليس هناك مقاييس عند الله سبحانه وتعالى المقاييس عند الله مختلفة عن مقاييسنا نحن البشر لذلك أنا عندما أدرك أن الموت مكتوب ومقدر ومبرمج وبإذن الله أرتاح لأن الإنسان يعني أنا الرسائل التي جاءتني أم أخطأت في علاج ابنها أم أهملت علاج ابنها طب هل هي التي قتلته؟ طبعا لا لأنها لا تقصد لا يوجد أم تريد أن تتخلص من ابنها هي لا تقصد هي اجتهدت حاولت أن تعالجه فأخطأت فمات حتى هذا الخطأ مقدر عند الله مكتوب أيها الأحبة لذلك عندما تدرك أن كل شيء مكتوب يهدأ قلبك ترتاح تعلم أن هذا الشاب أو هذه الفتاة أو هذا الطفل أو هذا الزوج أو هذه الزوجة أجله مقدر وأن هذا الأجل انتهى في لحظة معينة هي لمصلحته ومصلحت من حوله ربما لو عاش أكثر ربما لكفر ولا ياذب الله ربما تحول إلى الإلحاد ربما طغى لا تعرف لا تعرف الأمور هذه مكتوبة عند الله طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن تمني الموت ولكن كان يقول إذا كان لابد يعني لا تتمنوا الموت فقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان الموت خيرا لي إذا أنت تريد الخير يا رب إذا كان الحياة خيرا لي أحيني إذا كان الموت خيرا لي أمتني توفني اتهى الأمر إذا أنا أبحث عن رضاء الله وعن الخير أين هو الخير أنا أريد الخير إذا أيها الأحبة عندما تكثر من قول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون تنزل عليك رحمات الله فتهدأ وتحفك الملائكة فتسكن لأن وجود الملائكة يعني حالة من السكون يعيشها الإنسان كيف تحفنا الملائكة بقراءة القرآن؟ إذن هذا أيضا مهم أن نكثر من قراءة القرآن ونحاول أن نوهب أو نهب ثواب هذا القرآن لهذا الشخص أو هذه المرأة أو هذا الطفل أو الطفلة لأن ثواب القرآن يصل أيها الأحبة أنا باعتقادي أن الله العبد الصالح له شأن عند الله له شأن عظيم يعني أنا عندما أفقد إنسان عزيز على قلبي وأدعو له بالرحمة يا رب أرحمه يا رب أنا سأقرأ سورة البقرة وأرجو أن يكون ثواب هذه القراءة لهذا الشخص الله يستجب الدعاء أليس الله هو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم معادلة رياضية ادعوني أستجب لكم الآية ليس فيها عدم إجابة لم يقل ادعوني وقد أستجب لكم وقد لا أستجب لأ آية قوية وواضحة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة إذن كل دعاء مستجب إن لم يستجب في الدنيا يستجب يصرف عنك بقدر هذا الدعاء من الشر أو إذا كان الله يحبك يؤخره لك إلى يوم القيامة لأن ذلك اليوم خمسين ألف سنة واقف زحام وحرارة عالية وإرهاق وذل وخوف يعني الظالم وقتها تصفه الآية الكريمة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يوم عظيم أيها الأحبة نحن بحاجة لأي حسنة في ذلك اليوم لأي مواساة لأي رحمة تأتنا فعندما تصبر أخي الحبيب أو أخت الفاضلة تصبرون على هذا المصاب هذا الصبر يكون ضياء لك في القبر ويكون سبباً في دخولك الجنة بغير حساب تجد أن الناس يقفون طويلاً وبخاصة الأغنياء والمرفهين في الدنيا يقف طويلاً لأنه سيحاسب عن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه كل قرش لذلك كثرة مال ليست شيء جيد يعني إلا ما رحم ربي الصبر أيها الأحبة يقول الله سبحانه وتعالى إنما يوفى يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقول أيضاً الملائكة تقول لك يوم القيامة إذا صبرت في هذا الموقف يجب أن تتخيل في ذهنك وأنت تصبر نداء الملائكة لك يوم القيامة تتخيل أنك متت وذهبت إلى الله وقامت الساعة وجاء يوم القيامة والملائكة تأتيك وتقول لك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار انظروا كم هذا الإحساس يعني قمة السعادة تعيشها تصور أن الله يخاطبك ويقول لك يا عبادي في ذلك الوقت يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أي موقف هذا أي سعادة هذا هو الثمن الصبر الذي تصبره على فراق من تحب أن تصبر صبرا جميلا الصبر الجميل صبر مليء بالرضى مليء بالتوجه إلى الله تقول يا رب أنا سأصبر من أجل أن ترضى علي سأصبر لكي تبلغني الجنة سأصبر لكي ترحم هذا الذي فقدته الدعاء أيها الأحبة مهم لأن الإنسان يصله دعاء الأحياء دعاء الأحياء يصل إلى دعاء الأموات إلى الأموات لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث أحدها ولد صالح يدعو له طبعا الحديث هنا له أفاق يعني مدام دعاء الابن وصل معنى ذلك يمكن أن يصل دعاء الأب دعاء الأخ دعاء الصديق الصالح فالدعاء يصل أحبتي لا شك في ذلك أنا لا أشك في ذلك لأن الله قادر على ذلك والمؤمن له شأن عند الله شأن عظيم الله لا يعني يستجيب للمؤمن يستجيب لهم إذا دعوت بإخلاص يا رب ارحم ابني فلان أو ارحم هذه الطفلة أو ارحم هذا الأخ أو هذا الزوج أو هذه الزوجة عندما تدعو بهذا الدعاء وبصدق والله إن الله سيستجيب هذا ليس كلام أحبة هذا كلام خالق الكون وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم الآية ليس فيها استثناء ليس فيها إلا كذا وليس آية بطلقة يعني عادة في القرآن الكريم أيها الأحبة بعض الآيات فيها استثناء إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا استثناءات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالها إلا كذا إلا ولكن هذه الآية مطلقة وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم فقط لا يوجد استثناءات فكل دعاء مستجاب مئة بالمئة فأنت تدعو لإبنك مستجاب ولكن الله يعطي بقدر حسب هو ما يريد الله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء لسنا نحن من نفرض إرادة على الله الله هو أدرى بعبادي ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم الله هو أعلم بنا أيها الأحبة لذلك يعني من النصائح التي أنا يعني أعمل بها حقيقة في لحظة الضيق أو الحرج أو عندما أكون في مصيبة معينة نسأل الله أن يصرف عننا جميع المصائب أنني أناجي الله في الليل وبخاصة في الثلث الأخير من الليل يعني قبيل الفجر يعني الساعة بعد الساعة 12 وحدة في الليل إلى قبل الفجر بساعتين تقريبا هذا هو الثلث الأخير من الليل وهذا فيه دعاء مستجاب يعني أناجي الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الذي فقدتم أن يكرمه أن يكرمني يوم القيامة لا نعترض على قضاء الله ولا نقول خطأ طبي ولا غير ذلك ولا كذا لأنه انتهى لن يعود وأجله مكتوب فلذلك حتى أرتاح نفسيا يجب يجب أن أتذكر بعض الآيات أيها الأحبة لأنه القرآن كله الشفاء ولكن هناك آيات في مواقف معينة يكون لها مفعول السحر لو صح ذلك يعني مثال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون كم فيها من راحة حتى لو مثلا كتب أحدنا هذه الآيات وحفظها وكررها في لحظات الحزن لأن الحزن أيها الأحبة يدمر الإنسان الحزن الشديد يتحول إلى اكتئاب القرآن كله كل الآيات التي فيها حزن تأمر المؤمنين ألا يحزن ولا تحزن عليهم ألا تحزني ألا تخاف ولا تحزني ولا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين كله أبدا كل القرآن المؤمن لا يحزن أبدا إذن أحبتي في الله أنا عندما أقرأ مثلا مثلا هذه الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا أنا الآن مسني ضر يجب أن أدرك أن الله هو الذي كتب هذا الأمر ولا يوجد ذر في الكون تتحرك إلا بأمر الله لا يوجد ورقة ورقة تسقط إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يردك بخير فلا رد لفضلي يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم سبحان الله إذن هذا الأمر يجب أنا أن أعتقد أنه خير وليس شرا لي أنا فقط إنسان ولكن فيه خير يمكن أن أذكر موقف من مواقف سيدنا الخضر عليه السلام مع سيدنا موسى عليه السلام سيدنا الخضر كان أكثر علماً من موسى عليه السلام فعندما تبعه ليعلمه وجد غلاماً فقتله فسيدنا موسى استفاجأ ولم يتحمل العهد الذي قطعه على نفسه أن لا يتكلم ولا يسأل قال أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكره شيء منكر فقال هذا فراقه أو بعد ذلك عندما أتوا إلى القرية أيضاً فوجدا فيها جدالاً يريد أن ينقض فإن قض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجر قال هذا فراقه بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الغلام هذا أيها الأحبة الذي قتله وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغياناً وكفراً الغلام كان غلام جميل وسيفتن أبويه وسيصبحان من الكفار ويدخل ثلاثة نار ثلاثة سيدخلون النار عندما قتل سيدنا الخضر هذا الغلام وهو لم يبلغ على فكرة هو غلام صغير لم يبلغ عندما قتله سيدخل الجنة هذا الغلام لأنه لم يبلغ والإنسان لا يحاسب قبل البلوغ يحاسب من البلوغ وما بعد ثم أنجب الرجل والمرأة الصالحين أبوهما كان أبوهما صالحاً أو عفواً هذا الثاني وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فالأبوين مؤمنين هنا فعندما أراد الله ألا يكفر بسبب هذا الغلام أرسل الخضر فقتل والغلام يمكن أن يموت في حادث يمكن أن يسقط عليه جدار يمكن أن يغرق يعني هو سيموت كل يوم يموت ألاف الأطفال حول العالم كل يوم أيها الأحبة في غرق في حوادث السيارات في حوادث صعق كهرباء في أسباب مختلفة إذن هو سيموت هكذا ولكن الله أراد أن يري سيدنا موسى حكمة معينة فعندما رزق الله هذين الأبوين غلاماً مؤمناً إذن الأربعة دخلوا الجنة لأن الذي قتل الغلام الذي قتل والذي كان سيطغى فيما لو كبر وسيطغي والديه ويدخلون جميعاً النار هذا الغلام دخل الجنة لماذا؟ لأنه لم يبلغ الحلم الطفل الجديد كان مؤمناً سيدخل الجنة وأبواه بقياء مؤمنين إذن الأربعة دخلوا الجنة إذن هذه حكمة إلهية نحن لا نفهمها نحن نتحسر على هذا الطفل الذي مات ولا ندري ماذا يوجد وراء ذلك ما هي الحكمة ماذا لو عاش لذلك يجب أن نعتقد أن كل ما يصيبنا هو الخير إلا طبعاً ما يقترفه الإنسان من شر يعني غير معقول الإنسان يذهب ويزني ويقول هذا خير طبعاً لا إنما الأمور التي تحدث خارج إرادتنا يجب أن نعتقد أنها هي الخير أو فيها الخير لذلك أيها الأحبة يعني أنا ألخص هذا اللقاء أول شيء ضروري أن نكثر من قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون وسوف نشعر بهذه الرحمات تتنزل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذن الإكثار من إنا لله وإنا إليه راجعون الصبر العمل الصالح والدعاء والصدقة على روح هذا لأنها تصل أيها الأحبة أنا لست مع بعض الفتاوى التي تضيق رحمة الله القرآن لا يصل الكذا لا يصل الصدق يا أخي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتور لماذا تضيق رحمة الله يعني هذا إله غفر لشخص قتل تسعة وتسعين إنسان وأتم بهم المئة بمجرد أن فكر بالتوبة ومات بعد ذلك غفر الله له وأدخله الجنة طيب ألا يغفر لإنسان يعني ربما كان مهملا في موضوع الصلاة مهملا في معضي يغفر له يا أخي إذا أراد طبعا نحن لا يعني نحن لا نتألى على الله ولا نقول إن الله يغفر أو لا يغفر لا نعلم لا نعلم الغيب ولكن أنا عندما أفقد إنسان عزيز وأدعو له آمل أن هذا الدعاء يصل وآمل أن هذه الصدقة تصل وآمل أن قراءة القرآن تصل فكل أعمال تصل إذن الإكثار من أعمال البر وهي ستصل بإذن الله سبحانه وتعالى الرضا بهذا القضاء أن تشعر بالرضا أن تدرك أن هذا الأمر مكتوب لا تندم لا تقول لو كان كذا لا فعلت كذا لو كان كذا لما مات لو أنقذته لما مات لو فعلت كذا لا تفتح عمل الشيطان هذه لو تفتح عمل الشيطان يجب أن أقول قدر الله وما شاء فعل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا ويصبر كل من فقد إنسانا عزيزا على قلبه وأن يعينه على الصبر الجميل وأن يحزن حزنا جميلا وأن يعينه على الدعاء له بالخير وعلى التصدق وعلى قراءة القرآن وأن يتوفانا على الإيمان أيضا يجب أن نتذكر دعاء سيدنا يوسف وهو على عرش الملك ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة وهنا الدعاء أيها الأحبة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يجب أن أتذكر أنني سأعود إلى الله فأدعو أن يتوفاني الله على الإيمان توفني مسلما وألحقني بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا